وسع مشاهدك تاني لمسعدك يعني كل ما وسع مشاهدي كل ما أتعلم وعشان كده كل ما أتعلم كل ما أمارس مهارة كل ما أصبر فييجي الخير بعد كده طب نعمل ايه؟ تعالوا نشوف الإجراءات اللي بتسهل علينا ان احنا ازاي نتعامل معه نخرج من مسألة استصعاب الحادي اول حاجة تعود وانت بتقدي مسئولياتك في الحياة ما تربطش الاسباب بالنتائج يعني ايه؟ يعني انت بتسعف شغلك عشان توسع رزقك ورزق عيالك اسعى وتحرك لكن ما ايه اللي حاصل؟ ما تقلقش وما تشيلش هم لان ربنا هيوسع عليك رزقك فضل منه سبحانه وتعالى لكن ما تقولش ايه؟ ان اللي انا بعمله ده لازم هيوسع رزقك ده لا لان ممكن ربنا هيوسع عليك اكتر وانت ممكن تضيق على نفسك ولزاك رسول الله صنم قال للسيدة عائشة لا تحصي فيحصى عليك فإن اللي حاصل؟ انت اعمل خد بالاسباب اما عطاء ربنا هيجي لك اوسع بكتير فما تعيش بتوقعاتك لكن عيش بماذا؟ عيش بالحلم وعيش بالامل الذي هو التعلق بفضل الله تاني حاجة لما تقابل معضلة ولا مشكلة في حياتك عود نفسك انك تفكر في الحل مش تفكر في الازمة يعني فكروا في الازمات وفكروا في المشكلات بالحلول يعني بلاش تفكر انك هتقدر تخرج من الازمة دي اللي انت فيها ولا لا لكن فكر ايه الحل اللي يخرجك من الازمة دي وحاول تمشي خطوات سبتة إليه حتى لو كانت الخطوات دي خطوات بسيطة هيمر اليوم والليلة هيمر اليوم واليومين والشهر وانت حلت المشكلة لكن لو تفضل في مكانك وبتقول هي المشكلة دي ليه حل ولا ما لاش حل هي ليه حل كل المشاكل ليه حل عند الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء وهو اللي علمك إن مع العسر يسرى فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء فما فيش مشكلة إلا وليه حل لأن الله سبحانه وتعالى وعدك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى ولذلك انت ما زلت محل نظر الله والله سبحانه وتعالى بيقول لك كل أن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ففي عطاء جايلك والله سبحانه وتعالى كريم ويدبر الأمر فعشان كده استمر وما تقفش وامشي مهما كانت الخطوات صعبة امشيها ولذلك إيه اللي حصل أنا دايما بقول للإجراءة مهم امشي الخطوات مهما كانت صعبة حتى لو عتمشي بصعوبة وانت حاسس إيه اللي هيعمله وانا حاسس بالعجز ده لو مشيت مشيانك دوت هو دوت اللي بيخليك تعرف أن الحياة فيها أبواب وذلك لابد أن أنت تسير ثالث حاجة لما تحس أن قلبك مستصعب الحياة ادع الله سبحانه وتعالى قول ادع ربنا كده بدعاء يخرج من قلبك ولو ما عندكش دعاء كده قول ورايا يا من ربيتني على النعم وبعفرك كسوتني فحفظتني من النقم أسألك أن تحصن قلبي من فتنة السقوط في أوحال الهم والغم وأن تجبر خاطري بأن تداويني بلطفك وحنانك فلا تبقي في جوفي زرة وجع أو ألم وأن تغمس فؤادي في شهد الطمأنينة والأنس والقرب الأتم ادعوا ربنا وأنتم موقنون بالإجابة موقنون بالوسع موقنون بالفرج موقنون بالمحبة موقنون باللطف الله رطيف بإباده والله سبحانه وتعالى وعدنا فحشاه أن يخلف الميعاد أليس الله بكاف عبده الحمد لله على نعمة أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى وسع علينا الحياة فيارب اجعلنا من أهل هذه الساعة واجعلنا لا نقف ولكن نستمر ونسير برحمتك وببركتك ويمددك يا رب العالمين